بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية للصف السادس الابتدائي أهلا بكم في درس جديد ويوم جديد حتى نستفيد سوية من الدرس هنا قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها ألا وهي أبحث عن مكان هادئ أجهز جهاز الحاسب الآلي أو جهاز اللابتوب استعدادا للدرس وأجلس ماذا؟ جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث وأجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع الدرس بإذن الله سيكون عن تسخين الطعام تسخين الطعام الهدف العام هو أن يسخن الطالب أو الطالبة الطعام الأهداف الخاصة ثلاثة أهداف أولها أن يعدد الطالب أو الطالبة الأواني القابلة للتعرض للحرارة أن يعدد الطالب أو الطالبة الأواني الغير قابلة للتعرض للحرارة أن يشير الطالب أو الطالبة على القفاز الحامي من الحرارة طلابي نشاهد الآن على الشاشة أدوات تسخين الطعام من ميكرويف وفرن وحتى الغاز تسخين الطعام هو يقول للوجبات التي تم الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الطعام الزائد الذي قمنا بحفظه وتغليفه ووضعناه في جهاز التبريد أو الثلاج أو الفريزر حتى يتسنى لنا أكلها في وقت آخر عندما نكون ماذا جائعين عندما نكون جائعين نقوم بماذا؟ بإخراجه ووضعه في أجهزة التسخين المعروضة أشكالها أو صورها على الشاشة حتى يتم تسخين الطعام هناك أدوات نقوم بوضع الطعام فيها أو أواني مختلفة الأواني عديدة ومتنوعة منها ما هو آمن لاستخدامه مع الحرارة ومنها ما هو غير آمن لاستخدامه مع الحرارة الآن سنستعرض الأواني الآمن استخدامها مع الحرارة وهي مثل الزجاج، السيراميك، البايركس، أي طبق آخر مدون عليه مايكرويف سيف أو آمن في المايكرويف كأكياس الفشار مثلا واستعرضت لكم العديد من الصور على الشاشة هذه هي الأدوات أو الأواني الآمن استخدامها في المايكرويف على العكس من ذلك يوجد أواني غير قابلة للتعرض للحرارة وغير آمنة مثل أو ماذا؟ البلاستيك، الميلامين الآن سنستعرضها مع بعضنا البعض طلابي المواد الآمن تعرضها للحرارة مثل صواني البايركس أو الزجاجية هذه هي آمنة للتعرض للحرارة أيضا الأكياس الورقية وليست الأكياس البلاستيكية أرجو التفريق والانتباه للفرق بينهم هذه الأكياس التي عادة يتم استخدامها لوضع الفشار بداخلها هذه تعتبر من الأكياس الآمن تعرضها للحرارة داخل المايكرويف حسنا طلابي الأدوات عند القيام بلمسها بعد التسخين تكون ماذا؟ تكون حارة ولا نستطيع الإمساك بها بعد خروجها من الفرق لذلك لا بد أن نستعين بماذا؟ بالبيز أو حامي الحرارة عند مسك هذه الأجسام عند مسك هذه الأجسام إذن لا بد من الاستعانة بحامي الحرارة أو البيز هي قطعة من القماش متينة أيضا في نفس الوقت يوجد أدوات لا يمكن أن نعرضها للحرارة وهي ماذا؟ الأشياء البلاستيكية وهي ماذا؟ الأشياء البلاستيكية لا تتعرض للحرارة وغير آمن استخدامها مع الحرارة الآن نعود إلى الشاشة ونشاهد نشاط رقم واحد يقول أرسم دائرة حول الإناء القابل للتعرض للحرارة هيا أيهم كما أخبرتكم قبل قليل من الآمن تعرضها للحرارة هيا أشيروا إليها أحسنتم صواني الزجاج أو البايريكس والقدور استيل بإمكاننا نوضعها على الغاز أو على الفرن والطبخ باستخدامها دون ضرر بإذن الله حسنا هنا نستعرض كما شاهدنا قبل قليل البيز أو حامي الحرارة حامي اليدين من الحرارة ويطلق عليه أيضا مسمى البيز هذه تحمينها بإذن الله من الحرارة ولا يصح لمس الأجسام أو الصواني أو الأواني أو حتى القدر أو الأوعية الساخنة إلا باستخدام البيز لحماية اليدين من الحروق حسنا الآن طلابي لدينا نشاط جميل وممتع رقم ثلاثة يقول لوين قفاز الحماية من الحرارة بلونك المفضل هيا أحضروا الألوان طلابي وطالباتي أحضروا الألوان هيا اختاروا اللون المفضل لتلوين البيز هيا هل تفضلون اللون الأحمر أم الأخضر؟ لا أسمع؟ أحمر أم أخضر؟ هيا الجميع يقوم بالتلوين أحسنتم بارك الله فيكم من قام بالتلوين باللون الأحمر مثل المعلمة؟ بارك الله فيك من لم يستطع إنهاء التلوين؟ فل يعتبره واجبا لهذا اليوم ويقوم بتلوين القفاز بعد الانتهاء من الدرس ما الفائدة من القفاز؟ أو حامل يدين أو البيز؟ ما الفائدة منه؟ لا أسمع؟ حماية اليدين من الحرارة حتى لا تتعرض ماذا؟ لا أسمع لا تتعرض يدي إلى الحروق أحسنتم بارك الله فيكم نشاط رقم أربعة يقول ضع خط تحت صورة أدوات الحماية من الحرارة ضع خط تحت صورة أدوات الحماية من الحرارة هيا أين أدوات الحماية من الحرارة؟ أحسنتم بارك الله فيكم حسنا طلابي وطالباتي حتى يتم تعميم هذه المهارة يجب على أولياء الأمور تدريب الطالب والطالبة على التفريق بين الأواني الصالح استخدامها مع الحرارة والأواني الغير قابلة للتعرض للحرارة وتسخينها فيما يخص التوصيات فهي أربع توصيات أولها الحرص على المراجعة الدورية وحل الواجبات المدرسية والمتابعة هو نقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا ويتوقف دور هذه المهمة على أولياء الأمور والتركيز على رفع مستوى الدافعية للطالب من خلال عبارات الشكر والتشجيع إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم استودعتكم الله إلى اللقاء